ما هو أول ما يفكر فيه الطالب؟ ما هو؟ قال أريد أن يكون لي مؤلف كبير يكتب علي فلان ابن فلان أشد المنابر العالم العابد المحقق الدكتور صحيح؟ هذا يفكر فيه كثير من الطلاب كيف أكون مشهور؟ كيف أكون مشهور؟ فماذا يصنع؟ يبدأ بالردود وبدأ بالردود ترد على من؟ من أن ترد؟ على أهل البدع؟ لا قال لازم أبحث عن أكبر عالم عند السنة لا، يجب أن أجد من المهام الأولى منهم ارد عليهم لماذا؟ حتى أردهم أنا أريد يعرفون على السنة لا أريد يعرفون أهل البدع حتى أرد عليهم أريد أن أردهم على أهل البدع إذا أردهم صحيح؟ هذا اللي يفكر في الطالب لا خطأ كيف كيف تطعن في أمة أهل السنة لأن طعن في أمة أهل السنة طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من ألف في علماء السنة أكثر واحد له مؤلفات من هو من يؤلف مؤلفة من أجل التأليف؟ منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه منهم شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية لم يؤلف مؤلف واحد من أجل التأليف يعني ما كتب مؤلف حتى يقل عنه أنه مؤلف لا ألف سؤال ألف لحاجة الناس مشكلة وقعت والله سبحانه وتعالى رفع مؤلفات هذا العالم لأنه ألف لا ليعرف ألف لحاجة الناس فأنت تؤلف لحاجة الناس تترجم أحيانا قلنا لكن لا تخرج عن طريقة السنف لا تفتي تثق مئة بالمئة تتكلم نعم شيخ الإسلام أول要 claims ي Jeremiah never authored small book so that can be known as author all these books are either answers to question or a problem theía may have aroused and look at out his intention was not to become an author his intention with to help the people and now look at the his effects so if you know something 100% inside-out then you may write about out so people can benefit or translate that نعم